ما هي الصفات أو العوامل المؤثرة في شخصية ابن تيمية من أجل أن يظهر بهذا الحضور و بهذه الكثافة في عصره وبعد مماتها أيضا نعم ابن تيمية يعني مما يميزه أولا ساعة الاطلاع ساعة الاطلاع على التراث الإسلامي والتراث العربي و حتى غير التراث العربي التراث اليوناني ساعة اطلاعه رهيبة يعني كان واسع الاطلاع جدا على التراث و هاضما له و يستخدم و ينتفع بهذا التراث في بناء منظومته الفكرية و نسقه الفكري المعرفي الخاص به فاطلاعوا على هذا التراث و إحاطته به و إلمامه به و أعانه على هذا سرعة قراءتي كان يقرأ سريعا و كان لا يحتاج أن يعيد النظر كان إذا قرأ الكتاب مرة واحدة حفظه و إذا سمعه مرة واحدة حفظه من مرة واحدة و هذا ليس مجازا بل حقيقة حقيقة من مرة واحدة يحفظ إذا قرأ الشيء مرة واحدة يحفظه و إذا سمعه مرة واحدة يحفظه و له في هذا القصص عجيبة له في هذا القصص عجيب يعني مثلا على الطارق الحفظ الناس يحبون القصص يقول مرة طبعا شخصا حفظ القران عمره سبع سبع سنين يقول ابن عبدالهادي له كتاب جميل في ترجمة ابن تيمية وهو العقود الدرية في مناقب أو في ترجمة شيخ سنة ابن تيمية يقول أنه كان وهو صغير في الكتاب طفل صغير يدرس في الكتاب معاه اللوح يقول كان قد بلغ ذكره وأنه حافظ إلى كل مكان فجاء يقول مرة من المرات شيخ بن حلب جاء إلى دمشق يبحث عن هذا الصبي الذي يقال عن حفظه للقصص هذه يقول فجاء فبحث عنه في الحي فسأل الخياط في السوق قال يروح الكتاب يصبر شوي مر مع الصبيان يقول فمر مع الصبيان فقال هذا يقول فأوقفه ومعاه اللوح رايح التحفيظ رايح الكتاب فأجلسه وقال له أنت فلان قال أنا فلان أحمد بن تيمية قال أحمد بن تيمية يقول فأخذ منه اللوح وكتب له عشرة أحاديث قال له انظر في هذا الأحاديث نظر فيها قال تقدر تعيدها قال هنا وعاد الأحاديث العشرة قال طيب أخذ اللوح مسح اللوح وكتب عشرة أسانيد قال له شوف هذا اللوح قل له أسانيد قال أسانيد فانبهر هذا الرجل قال يعني لأن عاش هذا الصبيل يكوننا له شأن عظيم وفعلا قال أيضا أنه مرة والد شيخ الإسلام وهو عالم كبير عبد الحليم بن تيمية وابن تيمية صغير أيضا قال له يوم أخرج هو والأولاد والأسرة وداهم إلى بستان يعني يتمشوا فقال لابن تيمية تعال معنا مع أخوانك قال لا لا ما أطرع ابن الحلال تعال معنا قال لا بدنا وجالس وش سوى جلس مسك كتاب يقرأه لما رجع آخر اليوم قال أبو ليش يعني ما جيت معناه وكذا كان استانست وروحت عن نفسك فقال قضيت يومي في قراءة هذا الكتاب وقد حفظته أبو ما صدقي وش حفظته قال حفظته قال لي حفظته أخذ الكتاب وسمعه حفظ الكتاب مجلدة كان كتاب جنة المناظر يقول فلما رأى هذا قال لابنه لا تخبر بهذا أحدا خاسي علي من العين فالقصص في حفظ شيخ الإسلام مذهلة يعني وأخباره في هذا كثيرا فساعة اطناعه واستحضاره هذا مما كون معرفة شكل الإسلام وكون هذه الشخصية الكبيرة ولهذا كان يغرب على أهل المذاهب وعلى أهل التخصصات إذا جلس مع الحنفي أو مع الشافع أو مع المالكي يفيده في تخصصي وفي مذهبي ما ليس عنده إذا جلس حتى مع أصحابي الحساب والفلك والمنجمين إلى آخر حتى التخصصات غير الشرعية يفيدهم أشياء ما كانوا يعرفون اطلاعه واسع هذا ساهم في تأسيسه الثنين عقليته الناقدة يعني هو ليس مجرد حافظ مع أن حفظه مذهل يعني حفظه مذهل يعني على سيرة حفظه أيضا المذهل العجيب الذهبي له كتاب صغير في ترجمة ابن تيمية وأسرتي سماها الدرة اليتيمية في ترجمة ابن تيمية هو وأبوه جده فيقول أنه مرة من المرات وابن تيمية كان محبوس في زي البرج كذا في الإسكندرية يعني برج كبير يقول برج نظيف يعني أرسل له صاحب سبتة عمير سبتة طلب منه أن يجيزه بأسانيدي طلب من ابن تيمية إجازة بالأسانيد ابن تيمية طبعاً ممعروف بالإجازات والأسانيد هذا ما هو مجال ابن تيمية ما هو تخصصه والأسانيد هذه صنعة يبغال واحد جالس متخصص يقعد يحفظ في الأسانيد هذه ويجيز الناس يقول فأملأ ابن تيمية ستة عشر ورقة إجازة من حفظه يقول الذهبي اللي هو متخصص في علم الحديث والأسانيد يقول يعجز عن عملها أكبر محدث يكون أملأ من حفظه أسانيد متأخرة طويلة في الأسناد خمسة عشر راوي أسانيد طويل ستة عشر صفحة ورقة فحفظه بن تيمية مذهل فقلنا أول شيء موضوع الحفظ وساعة الاطلاع ساعة الاطلاع والحفظ نعم والعقلية الناقدة التي تتلمس أصول المعارف أصول الأفكار وأصول المقالات كيف نشأت هذه المقالات على ماذا بنت العلاقات بين الأقوال وبين المقالات لا ينظر إلى الأقوال مجردة كل قول لوحده أو كل مقالة لوحدها لا يجمع بين المقولات للفرق والطوائف حتى في الفقه وينظر ما الذي بنيت عليه بنيت على أي شيء وما هي العلاقات بينها لأن معرفة نشأة هذه المقالات وتطورها وعلائقها بعضها ببعض يفيد جدا في الحكم عليها أنت لا تستطيع أن تحكم على العمل على الفكرة بمجرد النظر فيها لا بد أن تعرف أصولها وسياقها التاريخي ولهذا بن تيمية عنده في هذا الباب كليات رائقة ورائعة تحفظ في نشأة الأقوال وفي نشأة الأفكار بحيث إذا قرأت هذا النص تقول هذا كلام ابن تيمية حتى لو لم تعرف أن هذا الكتاب ابن تيمية ترجمة نانسي قنقر